صفحة أخرى من صفحات الغدر يكتبها الاحتلال الصهيوني بدماء الفلسطينيين ومنهم سكان قطاع غزة حينما قصفت قوات الاحتلال مواقع في المدينة مستهدفة قيادات في المقاومة هجمات أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وجرح آخرين العملية التي نفذت بزعم استهداف قيادات في المقاومة حدثت عقب عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل فصائل المقاومة على مواقع للكيان المحتل لكن أسبابا أخرى تبدو أكثر تأثيرا تقف وراء العدوان الأخير حيث تؤكد مصادر صحفية أن توظيفة الأبيب للعدوان يعد مطلبا سياسيا ملحا بالنسبة لرئيس حكومتها بن يامين نتنياهو ليتسنى له إعادة بناء سلم أولويات الجدول الداخلي حيث تدفع الأجندة الأمنية على حساب الاهتمام بالاحتجاجات الواسعة ضد توجه الحكومة لتمرير التعديلات القضائية كما أن الهدف الرئيس من الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال هو تحقيق صورة نصر يحتفي بها نتنياهو أمام جبهته الداخلية خلال الفترة المقبلة لكن رهانات نتنياهو لا تبدو مضمونة التحقق وفق مراقبين بسبب حالة عدام اليقين بشأن توجهات أطراف المقاومة الفاعلة في قطاع غزة فتوافق الفصائل في الضفة وغزة في الرد على جريمة المجزرة التي طالت أطفالا ونساء من شأنها قلب المعادلة وزيادة فرص إطالة أمد المواجهة بشكل يؤثر سلبا بمصداقية نتنياهو وبتأييد الجمهور له لا سيما إذا أفضل عدوان الأخير إلى تفجر مواجهات واسعة في الضفة الغربية ومدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل الضربة الأخيرة جاءت لتفتح الباب أمام جولة تصعيد قد تمتد لأيام في ظل رد متوقع للمقاومة الفلسطينية جولة تتزامن مع اقتراب ما تعرف بمسيرة الأعلام الإسرائيلية المزمع انطلاقها قريبا قرب المسجد الأقصى وسط تحذيرات فلسطينية مسبقة بشأن التعامل مع المسيرة وعدم القبول بتدشين واقع جديد مغاير لمعادلة غزة القدس ترجمة نانسي قنقر